يعني في ضوء حديث حضرتك يا فندم عن فكرة الشراكة الاستراتيجية والتجارية بين مصر والصين اعتقد انه لو كلمنا عن فكرة الصادرات فقط ان كانت الصادرات الصينية او الصادرات المصرية فهي شراكة تقليدية لكن بوجود كل هذه الشركات والمصانع في مصر فهي تحولت لشراكة اكثر انتجية سؤيل حضرتك يا فندم انه بلغة الاقتصاد لازم يكون فيه وين وين سيتيواشن او موقف المكسب مكسب او الطرفين يكونوا كاسبانين فكيف تنظر الصين لمصر ماذا ترى الصين في مصر او في السوق المصري هي ترى فيها تحقيق الحلم لاستكمال خطة خريطة الحزام والطريق ترى ان احنا عندنا مشروعات تنموية كبيرة جدا في مجال مكافحة تغير المناخ ترى ان احنا ممكن نكون بوابة لافريقيا كلها ويمكن لاوروبا من الجانب الاخر من قناة السويس وبالتالي المشروعات اللي ضخت في الصين وهي شريك استراتيجي يمكن احنا ابتدنا علاقات مع الصين من سنة 56 لكن العلاقة الاستراتيجية القوية ابتدت سنة 2014 بزيارة الرئيس المصري للصين كل ده ان عكس فعليا على الارقام اللي انا كنت بتكلم عليها في استثمارات يعني هل هي خلينا نقول مزايا لوجستية فقط؟ لا مش بس لوجستية واقتصادية وبيبني عندك صناعة في اتفاقيات على كنا بنتكلم عن مصنع للشرايح الالكترونية هو يتصنع هنا في مصر ونبقى بلد منتجة للشرايح الالكترونية وزي ما قلت لحضرتك توطين الصناعة مش بس ان انا اعتمد على ان اخد تبادل تجاري لا انا بتكلم عن توطين للصناعة في مصر ونقل خبرات ونقل نهاء وتبقى شراكة اقتصادية فيما يخص توطين التكنولوجيا والصناعة عايزة سأل حضرتك هنا البيئة الاستثمارية في مصر احنا قدمنا ايه للشركات الصينية او المستثمر الصيني عشان نكون اكثر جذبا من مناطق اخرى منافسة للسوق المصري يعني هل في تسهيلات بتقدم البيئة التشريعية الاقتصادية شايفها ازاي عشان المستثمر الصيني او الشركات الصينية تستثمر في مصر مصر مش بس على مستوى الصين احنا مصر خدت خطوات ويمكن احنا بنتكلم في الموضوع ده ان احنا بقلنا اكثر من عشر سنوات بندعم البنية التحتية وكان يمكن في ناس كتير او في الاول يعني بيبوسوا تحت رجليهم بيقولك انت ليه بتعمل بنية تحتية جديرة هتفيني بيد الوقت البنية التحتية دي لو ما كانتش موجودة انت بكتش تعرف تعمل استثمار المستثمر مش هيجيلك وانت عندك الكهرباء بتقطع والطرق مش موجودة والطاقة مش موجودة الكلام ده كله بيؤثر على المستثمر مستثمر عايز لما يشتغل في مكان يلاقي البنية التحتية بتاعته موجودة يلاقي شبكة نقل وينقل بيها يلاقي بنية تكنولوجية النهاردة ويلاقي اللي حضرتك تفضلت به القوانين اللي هي بتسهل زي تعديل قانون الاستثمار سنة 2017 والرخصة الزهبية الحاجات دي كلها اللي هي بتسهل كنت عشان تطلع ترخيص بتمر على موافقات من 13 وزارة النهاردة انت بتطلع الرخصة الزهبية من جهة واحدة بس وخلال 3 أسابيع وبتقدم عليها كمان من خلال ويب سايت اللي فيه كافة الطلبات والإجراءات اللي مطلوبة عشان استخراج الرخصة فانت قدمت كل المزايا بخلاف الإعفاءات الضريبية والتسهيلات اللي بياخدها المستثمر الجادزة اشتغل خلال سنتين من سنتين لتلاتة انه بياخد إعفاءات إضافية نتيجة حوافظ الاستثمار وبالتالي انت شجعت بالنسبة بس مش للصين بس لكل دول العالم وده ممكن ده نعكس برضو ان احنا لسه شايفين مشروع رأس الحكمة ومشروعات أخرى مصر بتتكلم فيها قدرتنا على اننا النهاردة بقينا جاذبين الاستثمار انا من سنة التسعين تقريبا اتذكر راحت كان طالب في الكلية كنا بنقول الاستثمار يعني كان دايما مصر محتاجة الاستثمار محتاجين ان احنا نتحول للإنتاج اعتقد ان احنا بنجني سمار الفكرة اللي كانت موجودة دلوقتي والسبب فيها هو ان بقيت بيئة جاذبة للستثمار وبقى عندك تنمية حقيقية النهاردة موجود محطات الكهرباء اللي افقا والطاق جدا ومتجددة سواء شمسية او على مستوى الرياح في مصر طبعا من اكبر محطات موجودة بينبان محطات الكهرباء اللي موجودة في السخنة وبالتالي انت بقى عندك بنية تحتية قوية جدا وبقيت جاذب كمان الاستثمار وخصوصا في اتفاقات المناخ اللي بتدت تحط ان يكون هناك مجدار الانبعاثات الكربونية الدول الاوروبية اللي متجاوزة او الصين لو متجاوزة هذه الانبعاثات فما عندهاش حل غير انها تعمل مشروعات بيئية في مكان تاني فبتاخد هي درجات يخفض الانبعاث عندها واحنا بنستفيد ان المشروعات دي بيتعمل عليها استثمار في يساهم في البيئة او المشروعات التنموية اللي بيتمس زي الهيدروجين الاخضر او الطاقة الجيدة المتجددة سواء كانت ريحة او الطاقة شمسية شكرا لكم